كشف مصدر مصرفي مسؤول عن أن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار فيما كانت قد سددت نحو 1.5 من 10 مليار دولار في نوفمبر الذي سبقه ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 من 10 مليار دولار في شهرين وقال المصدر أنه رغم الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية إلا أن الاحتياطية من النقد الأجنبية زاد بأكثر من 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر ليسجل أكثر من 34 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022